رجعنا لحضراتكم مرة تانية مشاهدي الكرام مدة كلمة الرئيس والسيد الوزير كانت حوالي تقريباً 9 دقائق لكن في كل جملة قالت محتاجين حلق علشان نتكلم لأن الكلام بيتقال بتركيز شديد جداً وبيدي الحق لاصحابه في بعض الامور وفي نفس الوقت بيقول ايه الاسباب اللي وصلتنا ان احنا نقدر نعمل ده وحنقدر نعمل اكتر عشرات المرات انا هاخد مع ضيفي وضيف حضرتكم دكتور محمد حمزة الحسيني الخابير الاقتصادي ومستشار لجنة الاقتصادية بالجمعية المصرية لأمم المتحدة اللي منوارنا في هذا اللقاء اهلا بيك يا دكتور اولاً تحياتي اهلا بيك يا دكتور اشكر حياتي هاخد مع حدك من اخر كلمة للسيد الرئيس يعني يعني تعليقك عليها طبعاً يا الكلمة كان فيها رسالة كتير جداً وهي الرسالة الاساسية اللي سيد الرئيس اشار لها هي موضوع الاستقرار الاستقرار احنا يعني في حرب ومنهجة على الدولة المصرية بقالها اكتر من اربع سنوات او خمس سنوات تحديد الحرب دي المراد بيها ايه ان مصر حصل فيها تم اطلاق بحاجة اسمها خارطة الاصلاح الاقتصادي لاعادة مصار الدولة المصرية الى مصاف الدول اللي فيها انفتاح اقتصادي ده عشان كان يحصل في الدولة المصرية كان لازم ان انت تطرح حاجة اسمها المشروعات القرونية اللي هي بتثبت اركان الدولة واللي بتطرح فيها فرص العمل فبتقضي على معدلات البطالة وبتبدأ تنمي للمجتمع تنمية مستدامة وتبدأ تشوف كل اوجه الخلل اللي موجودة في الدولة وتبدأ ان انت تغيرها ده كان يمثل طبعا احنا هاخرينا نذكر حاجة بسيطة ان الحروب التقليدية اللي هي حروب الجيل الاول والتاني والتالت هي حروب مكلفة جدا واصبح ان ملهاش يعني ما عادش ليها على ارض الواقع اللي كان بيحصل في اربعينيات القرن الماضي وخمسينيات القرن الماضي حروب الجيل الرابع والخامس والسادس دلوقتي هي حروب كلها قائمة على التكنولوجيا وتقنية المعلومات والمنصات اللي بتستخدم فيها الحروب دي هي منصات التواصل الاجتماعي لو نسترجعنا وحضرتك عشر سنوات من دلوقتي يعني عام 2009 ما كانش لسه الفيسبوك او تويتر او منصات التواصل وصلت لأوجهها في عملية الانتشار زي دلوقتي حسابات المستخدمين في 2009 كانت لا تتعدى المليون مستخدم انا بتكلم على منطقتنا في منطقة المصر والدول المجاورة احنا النهاردة وصلنا إلى 65 مليون مستخدم دول في المنطقة بتاعتنا منهم عشر مليون حساب وهمي بياتم عشر مليون حساب وهمي دول اخطر حاجة هما الحسابات الوهمية دي ايه المراد بيها المراد بيها ان انا لما اجي اعمل ترند على منصات التواصل أبدأ أن أنا أوجهه للدول الغربية وأبدأ أوجهه للدول اللي بتتحكم في قرار سيادي في دول العالم سواء في منظمة الأمم المتحدة أو في مجلس الأمن أو غيره طبعاً ده كله بيبوء بالفشل ليه لأن خلاص معاك يعني الناس كلها وعية وأي دولة عشان تاخد قرار سيادي أو أن هي حتى طلع تصريح بناء عن خارجيتها أو غيره من المنظمات أو المؤسسات العامة لها لازم بيتعمل أنانس أو تحليل للبيانات والتفاصيل اللي بتبقى موجودة نظير الخبر حصل عندنا في ثلاث شهور 53 ألف شائعة وده كان رصد وتقرير من القرفة الخاصة في مجلس الوزراء وبعض المنظمات المجتمع المدني 53 ألف شائعة في دولة بحجم مصر عدد قليل عدد قليل؟ أه كنا عايزين مشتغلات قليل ده المخدود الحقيقة لا بالعكس انت عارف خياتك أقولك على حاجة خلينا في المنطقة اللي احنا موجودين فيها وودعنا لن نسمي دول بأسماء ولكن في دول في الجوار فيها عدم استقرار سياسي وفي دول في الجوار فيها بعض المنازعات القتالية وغيرها وفي دول في الجوار ما فيش فيها أي نوع من أنواع التنمية حقيقتك انت لو تتبعت الدول دي وبدأت ان انت تبحث على محرك البحث الجوجل على أسماء الدول دي مش هتلاقي أي حاجة عنها أخبار اللي هو الأخبار اللي اعتيادية اليومية اللي بتحصل لهذه الدولة من مؤسساتها العامة الدولة المصرية في خلال الأربع سنوات الماضية أخبارها كتير ومشاريعها كتير ومؤتمراتها كتير وبقى لها وجود كتير لكن هي كانت الأول كون احنا بنسميها كاقتصاديين مصر كانت العملاق النائم لما عشان تصحي العملاق النائم ده لازم تتعدل من البنية التحتية للدولة وانا ما بتكلم عن البنية التحتية انا ما بتكلمش عن الطرق انا ما بتكلم كبنية التحتية للدولة كاملة مؤسسات عامة مؤسسات قطاع خاص عملية تنمية شاملة احارب الفساد ابدأ اباشر موضوع الحوكمة كل الأمور اللي تبدأ تصحي هذا العملاق العملاق ده لما بيصحى دوره ايه؟ ده دوره دور محوري من عام 1950 حتى تاريخ اليوم في التغيرات الجيوسيسية اللي بتحصل في منطقة الشرق الاوسط بل في العرب طبع النهار ده حياتك هل هذا التحرك والتغيير اللي بيحصل ده ممكن انه هو يعني يديني انا كعالم بقى او كدول اخرى هل ده ممكن يديني ان انا مثلا عايز حاجة زي كده؟ لا طبعا لان الدولة المصرية لو خدت قوتها معناها ان الامة العربية هتبقى قوية طبعا ولو الامة العربية بقت قوية ده هيعمل معادلات تختلف مع مراكز قوة في المنطقة هنا اللي بيحصل ايه؟ ان احنا عندنا فيه ادارة وطنية ادارة محترمة ادارة بدأت تعمل حاجة بسيطة انها تاخد الخطط وده اللي اشار ليه سيادة الرئيس فيه كلمته قالك لما توجهت له كلمة وده وفقا لتوجيهات حضرتك قالك يا فاند بزع الان كلمة توجيهات حضرتك ايوة لانه هو فعلا هو سيادة الرئيس عبدالفاح السيسي كل اللي عمله انه هو خد الملف الخاص بالخطة التنموية الشاملة لجمهورية مصر العربية انا بتكلم في التنمية الشاملة مش في تنمية قطاع معين اللي هي تم اعدادها عام 2012 وتم اعتمادها عام 2012 على ان تنفذ على مرحلتين مرحلة في عام 2027 ومرحلة في عام 2022 وده اللي اشار بي معالي دولة رئيس مجلس الوزر الدكتور مصطفى مدبودي في كلمته انه هو قال ان احنا كنا عاملين خطط وكان ساعتها هو بيترقص تقصيط العمراني قالك احنا عملنا خطط الخطط دي كان المفروض انها تبدأ المباشرة بيها ونبدأ ان احنا كنا بنعمل خطط وتم اعتمادها وما كناش عندنا حل من الخطط دي تتنفس او حتى تلاتة بنقدي شغلنا بنقدي شغلنا لانك دولة دولة دي يا فاندم لما بنقول كلمة دولة فاحنا بنتكلم على دولة مؤسسات مؤسسات يعني معناها ان انا عندي الرئيس اللي على سدة الحكم اللي بيباشر ادارة هذه الدولة مع المؤسسات ده ان كل وزارة وكل جهة معناية في المؤسسات العامة في الدولة بتعمل شغلها في التنمية المستدامة النهاردة اشاروا ان اللي حصل كان المفروض ان اللي بيحصل دلوقتي كان يخلص على 2027 يعني احنا من 2016 ل2019 تلات سنوات نفذنا فيهم تنمية شاملة بما تعادل 14 سنة تمام نعايز اتوقف هنا في حتة مهمة جدا وهي المواطن المصري كلمة السر المواطن المصري طبعا احنا كمصريين عندنا وعي زيادة وربنا سبحانه وتعالى يعني غرص فينا كمصريين الزكاء والفطنة فالمواطن المصري طبعا على مر العصور كان بيعاني يعني مش من 30 سنين او 40 او 50 ده من زماني بصيص الامل كان بيتواجد في بعض الفترات وبعد كده بيحصل بعض الامور اللي مش هنتدرك لها كانت بتضغي على عملية التنمية اللي بتحصل في كل عقد المصريين منها داخلي ومنها خارجي ودي تطورات اللي بتحصل في العالم لانه هو التاريخ بيعيد نفسه طيب هنا حضرتك لو بصيت انا المواطن المصري البسيط ايه هي احتياجاته المواطن المصري البسيط احتياجاته انه يعيش عيشة كريمة وتمثله في اربع حاجات انه يبقى فيه صحة كويسة يعني لما يبقى فيه تعب يلاقي مستشفيات كويسة ويلاقي حد بيستقبله تعليم كويس لولاده ويطلع اجيال مصقفة ومتعلمة تالت نقطة ودي نقطة مهمة الحياة المعيشية والمتمثلة فيه توفير كافة السلع اللي يقدر انه هو يوفر احتياجات بيته رابع حاجة تأمين محل اقامته خمس حاجة طبعا اللي هي الدولة والامان اللي موجود فيه دي الخمس حاجات اللي اي مواطن مصري محتاجهم اللي لو اي مواطن مصري وصلوله المواطن مصري ده هو صمام الامان لأي شائعة مش من 53 الف شائعة من الملايين من الشائعات اللي ممكن تطلع على مصر طيب ايه اللي الدولة عملتهم معنى كلمة المشروعات القومية هو مشروع قومي الدولة بتطلقه بتشارك بين مؤسسات العامة في الدولة انها بتطرحه للمؤسسات الخاصة ان يحصل حاجة اسمها الجوين فينجر كوربريشن اللي هو التعاون بين القطاع العام وقطاع الخاص اللي بينفذ المشروعات القومية مش الدولة يعني مفيش حاجة اسمها مثلا شركة وزارة التجارة والصناعة هي بتطرح الوزارة مثلا وزارة الانتاج او غيرها من الوزارات بتطرح المشروع بتتقدم الشركات بالعطاءات اللي بيرسع للعطاء وفقا الملف الفني والمالي بيبشر المشروع طيب في خلال التلات سنوات دول فيه كام مصري انا بكن رحياتك باحصاءات رسمية دقيقة طيب ارقام ممكن اي حد يبحث عنها اللي عملوا في المشروعات القومية في الدولة المصرية من شباب مصر من بعض الفئات العمرية الاخرى من الجنسين 5 مليون و214 الف مصري في المشروعات القومية في المشروعات القومية هذه الفترة انا عايزك تاخد الـ 5 مليون و214 الف دول طلعهم من المشروعات القومية كانوا هيبقوا ايه مصر بطالة صح؟ معدلات البطالة اللي كانت 13.4% والوقتي وصلت 7% وانت بتطمح انها توصل لـ 5% طيب معدل النمو معدل النمو ده حياتك معدل النمو لو انت حضرتك جيت عملت بحث على محرك البحث جوجل او اي حد من السيدة المشاهدين ما هو معدل النمو اللي كل يوم يقولك احنا نمو بتاعنا ارتفع ارتفع يعني معدل النمو او الدين العام ومصطلحاتك كده كبيرة معدل النمو هنا في اي دولة في العالم كمعيار اقتصادي هو ارتفاع الدخل القومي مع طبعا الحفاظ على الاصول الخاصة بالدولة وتنميتها تمام وارتفاع الدخل القومي هنا المفروض ان الطبيعي ان لو انت كنت في 2014 او 13.2% عشان توصل لـ 5% انت محتاج 25 سنة ده مش كلامي ده الاقتصاد ومش كلام انا بقوله عشان احنا في تلفزيون لا ده الاقتصاد والمعايير وعلم الاقتصاد بيقول انك عشان تعمل التعدل المعياري ده محتاج 25 سنة احنا وصلنا الـ 5 و 6 من 10% في 4 سنة في 4 سنة فده معناه ان احنا الشائعات اللي بتحصل قليلة حل رقم 2 لما نيجي نتكلم على الصحة انا هرجع للمواطن المصر انه ده اهم عنصر في الحلقة بتاعتنا تمام الصحة النهاردة هل المستشفيات المصرية في قصور احنا ما بنقولش ان مش بفيش قصور لا انا هتكلم بنسب يعني لو كانت المستشفيات المصرية عام 2010 والنهاردة في عام 2019 مستشفيات القوات المسلحة الادارات اللي حصلت من المراكز العالمية والشركات الامريكية وغيرها من الشركات اللي عملت ادارة المستشفيات المصرية اللي هي العمل اسعاف وغيرها من الاماكن اللي بقى فيه استجابة سريعة للمواطن وتغيير المنظومة ومباشرة وزيرة الصحة ومباشرة رؤساء الإدارات المحلية المعنيين بالمستشفيات وده حتى بتشوفه في السوشيال ميديا هقول إن فيه تطور حصل بما يعادل 40% مش هقول 100% وبقى فيه استجابة وبقى فيه تطوير وبقى فيه مراكز خدمية علاجية أخرى بقت موجودة زي 57-57 وغيرها من المستشفيات فأصبح فيه تطور في الصحة عشان أوصل إن الصحة في مصر تبقى 100% أنا محتاج لـ 2030 طيب التعليم جي عندنا السيد وزيرة التربية والتعليم بدأ أفق 20-30 ده بالمعدل الطبيعي أو المعدل بتاعنا؟ ده المعدل بتاعنا نحن إن أنت في 3 سنين أو 4-5 سنين تحديدا 40% فأنا بكنا 20-30 دي إن أنت توصل على 2025 إن عدلت ووصلت للتنمية ما هو مشروع قوم الصحة أطلقت حضرتك مثلاً 100 مليون صحة لو أنت كدولة ما عندكش الركيز التنموية ما كنتش هتقدر تعمل المشروع ده المواطنين المصريين وكل اللي سجلوا واستفادوا بالخدمة أشادوا بالمعاملة اللي شافوها وأشادوا بالتغير اللي حصل فيه وزارة الصحة جاء عند حضرتك السيد وزير التربية والتعليم عمل كذا مبادرة لتغيير المناهج ولتغيير آلية التعليم وللتطوير النهاردة اللي احنا بنتكلم فيه ده بدأ يحصل تغيير بنسب لا تتعدى 25% ولكن بدأ يحصل تغيير بدأ تتوجه من موازنة الدولة لتنمية الإنسان وأولها التعليم والصحة دي الموازنة اللي احنا موجودين فيها دلوقت بدأ يتم بناء مدارس جديدة ده عشان يتم قدام حياتك لـ 2022 هتبدأ تلمس ان فيه تغيير في التعليم طيب تالت حاجة ودي أخطر حاجة المواطن المصري محتاجة وأنا بنادي فيها في كل لقاء ضبط الأسعار في كافة الأسواق بص حياتك أنا هستشهد بدول مجلس تعالون خارج وإحنا بنتكلم في الحلقة دي إحنا بنتكلم فيها مع المواطنين المصريين اللي بيسمعون المواطن المصري النهاردة لو جيه لقى في الأسواق اللي في الإسماعيلية زي اللي في اسكندرية زي اللي في القائرة زي اللي في جيزة زي اللي في المنصورة وغيرها من المحافظات ولأ أن سعر مثلا الطماطم بعدد من الجنيهات هو موجود في كل الدولة وبها مش ربح ببسيط هيجي هنا الناس يقولك بس انت كده بتيجي على سياسة السوق الحر اللي تم إقرارها في الثمانينات فانت كده بتغير منظومة كاملة أنا أقدر أغيرها لأن ده بعد بعد اجتماعي أساسه هو الاستقرار هنا إيه اللي بيحصل فيه لما بكلم على الأسواق النهاردة حياتك أنت البرلمان لو طرح التشريع وقال يا توجر مصر إحنا عملنا منافس بيع لقوات المسلحة ولوزارة الداخلية وبعض الوزارات المعنية منافس البيع دي متهالي كان أسعار السلع الغذائية والسلع التامنية فيها كان بسيط جدا صح؟ أه طبع والمواطنين المصريين هم اللي أشادوا بالكلام ده ده مش كلامي مدام ده تحقق على أرض الواقع يبقى أقدر أنقله لكافة التجار بعض التجار عملوا مبادرات وطنية زي كلنا واحد والسعر واحد وغيره والمبادرات دي كانت التسعير فيها قليل يبقى المفروض أن أنا أطلع في قرار من مجلس النواب قرار فوري القرار ده بضبط الأسعار في كافة الأسواق المصرية بها مش ربح اللي هي تعدى مثلاً 20% 20% الفكرة كويس بسوحش كويس جداً أنا عايز أقول حياتك في دول مجلس تعالون خارجي أنت لو دخلت أي هايبر ماركت أو دخلت الأسواق العادية سعر الحاجة هنا هي سعر الحاجة هنا ما بتتعدلش وما تقدرش تعليها لأن في حاجة اسمها هيئة المواصفات والسلع وهيئة المقاييس وجهاز حماية المستهلك اللي عندنا هو جهة إشرافية ملهاش أي دور تصريحات هناك جهة بتقفل الهايبرز وده بيرجع لوزارة الاقتصاد طبعاً في دول مجلس النقرية فلو زبطت الأسعار فأنت لو أنا بياخد مثلاً 4000 جنيه هصرف منهم مبلغ من المال هيخليني أوفر احتياجات بيتي وديتني الصحة وديتني التعليم ده خلاص أنت زبطه بعد ما هتثبت ده أنت أريد عملت الحاجة الأساسية موضوع الأمن أن البلد الحمد لله إحنا في ظل الصراعات الغير مبررة اللي بتحصل في منطقتنا إحنا الدولة الوحيدة المستقرة ومش هستشهد بأي حاجة أني أنا بتكلم على بلدنا الحاجة الخمسة والأخيرة أن أنت النهاردة بدأت تعمل إيه؟ بدأت تطلق فرص العمل فرص العمل دي معناها أن أنت خليت خمسة مليون ومتين ألف شاب وشاب وبعض الفئات العمرية الأكبر بقى ليهم وظايف سبط ده مش معناها حياتك أن أنت أمنت الدخل طيب هل أنت بقى ده نخد بالك عدد أسر كمان مش عدد أفراد وأنا بتكلم خمسة مليون اضرف تلاتة مثلا لو هو مثلا الشاب وعنده والده ووالدته أو الشاب وزوجته وابنه يعني اضرف تلاتة المعدل 15 مليون 15 مليون أنت وجدت لهم فرص عمل اللي هو أنا الإدارة اللي بتديري البلد دلوقتي اللي ده ما كانش موجود خمسة مليون ومتين ألف أو متين ألف رجع منهم من ليبيا مليون ونص مليون ونص مش كده؟ صح من دولة واحدة صح لو أنت ما كنتش وفرت أنا مش هقول إن المليون ونص اشتغلوا في مشاعات قومية بس على الأقل 60% منهم طيب أنا عايز أقول لحياتك حاجة مهمة جدا بقى هي المشروعات القومية دي إيه؟ المشروعات القومية دي هي الشوكة اللي في ظهر الشائعات أنت الشائعات بتحصل عندك عن طريق الكتيب الإلكترونية للميليشيات الإرهابية والجماعات الإرهابية والجماعة الإخوان الإرهابية وما فيش غيرها أنا كنت متابع وعندي فريق بحث من الشباب وإحنا عايزين نستعين بالشباب وده مهم جدا 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 في مبادرات وطنية إن هما اللي عندهم الفكر الاستراتيجي إن هما دول اللي يحربوهم إزاي؟ إن أنا النهاردة لما باجي بجيب شائع يعني شفت حياتك شبكة الطرق الكباري إحنا تقدمنا 90 مركز 90 مركز رقم حياءة رقم وخيف رقموا هما جم لما حصلت الأمطار وخير اللي جيب من ربنا سبحانه وتعالى لينا في مصر جابوا طريق في جنوب شراء أسيا طريق جبلي إحنا في مصر ما عندناش طرق جبلية تعدل 4,000 و 5,000 متر ارتفاع خدوا طريق جبلي الطريق ده كان فيه زلزال وحصلت فيه فجوة وقال لك ده اللي بيحصل في الطرق الكباري اللي هما بي فأنا استنيت أشوف الرد إيه اللي هيحصل لقيت شباب كمية شباب غير طبيعية على جروبات مختلفة جابوا الطريق ده منين وجابوا الحادثة كانت معمولة في 2004 وجابوا شبكة الطرق الكباري وحطوا بعض التقارير من المنظمات العالمية على إحنا وصلنا لفين فيه المعدل بتاع مركزنا في الطرق الكباري الدولية ده بيسبب ترد عملي وسريع طبعا دول الشباب المصريين الشباب المصريين شباب محترم جدا وشباب واعي جدا وشباب فاهم جدا بس هو محتاج فرصة محتاج فرصة أننا طبعا الرئيس بدأ يعمل ده في مؤتمرات الشباب أنا بطلب في مؤتمرات الشباب أن نوسع اللي بيجهم يعني بلاش نقتصر مؤتمرات الشباب مثلا على الجامعية باش حصل على مجموعة الزكوية اه اه احنا بنجيب فيها ناس كويسين ومن الجامعات ومن تحت الشباب والكلام ده بس أنا عايز من الشباب الاندفيدول اللي هم العاديين كل اللي عندهم بدرة يقدمها أجيبه حتى لو مش هيجي المؤتمر ده ممكن يجي المؤتمر التاني وانت نفست النموذج المحاكاة في المؤتمر اللي فاته وكانت حاجة خرافية طبعا والعالم كله قال ازاي المصريين يعملوا النموذج ده واحنا مثلا في الولايات المتحدة او في دول شرق اسيا او في أوروبا ما عملهوش لان احنا اللي بنعمل ده بس في العالم ان احنا بنيجي نسمع الشباب طيب النقطة المهمة لرجوعا للمشروعات القومية هو احنا برضو رجوعا للمواطن المصري هو مشروع الكهرباء ده مش مشروع قومي هو انا بس عايز يعني وده السؤال مفروض كان اول سؤال في الحلقة طال كان مفروض اسأله حدتك في الاول طال بس كلام خاد يعني ايه مشروع قومي تمام هزين ده نوضعه للناس لان في مشروعات قومية في مشروعات قصرة على أقليم معين او مكان معين تمام في مشروعات قومية مباني وطرق وحاجات في مشروعات قومية للانسان بشر كويس المشروع القومي حضرتك عشان احنا نحدد وفقا نسؤال حضرتك ان فيه مشروع في بعض القطاعات دي المشروع القومي هو مشروع التنمية الشاملة يعني ايه تنمية الشاملة؟ يعني انا بطرح فكرة تطوير قطاع معين في القطاعات الاساسية في الدولة وفكرة التطوير دي بتبقى عن طريق مشاركة المستشارين زي ما سيادة الرئيس قال ان دي خطة احنا بننفذها مش احنا اللي عاملينها والصيغة المحترمة اللي احنا بنحمد ربنا على وجود هذا الرجل على سدة الحب قال لك كلمة واحدة قال لك احنا مش بنقول على حد ان اللي قبلنا ما اشتغلوش ده اللي قبلنا اشتغلو وكمان ما بندفعش عن حد احنا ناس بنشتغل فقط لغير فاطلاق المشروع القومي هو مشروع بيوفر شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لخلق فرص التنمية المستدامة فرص التنمية المستدامة دي اللي هي بتكون ايه؟ اللي هي مشاركة شعب الدولة في بناء هذا المشروع يعني انت لما هتتكلم عن شبكة طرق كبير اما هتتكلم عن الكهرباء اما هتتكلم عن محور تميق قناة السويس اما هتتكلم عن المدن الجديدة والمدن الجديدة دي نقطة مهمة جدا حياتك لو استرجعت كده وعملت بحث على العشوائيات اللي كانت موجودة في مصر في 2012 ورئيس لما كان في خطة الخطة الانتخابية بتاعته وقال لك انا اهم حاجة عندي موضوع العشوائيات نفس ده ولا لأ هل النهار ده احنا ملقناش حياة الاسمرات وغيره وغيره من الاحياء النظيفة اللي بقت بالشكل راقي اللي الناس فيها بقوا بيشيدوا بالحياة الادمية اللي كانوا موجودين متغيرت كمان وده مهم هي دي بقى اهم نقطة احنا محتاجين نتجه لها الثقافة شوف حياتك احنا في مصر كنا في ستينيات وسبعينيات وثمانينيات وتسعينات القرن الماضي كنا بنصدر الثقافة لدول العالم ولكن في فترة مصر سقطت فيها في كل شيء سقطت اقتصاديا واجتماعيا وهي فترة من خمسة وتسعين لسنة 2014 أو 2015 تحديدا المدة دي عشرين سنة طلع فيها اجيال بعيدين تمام البعد عن العلم وعن الثقافة وعن الاصول والمبادئ وعن حاجات كتير احنا كأسر مصرية كنا مشهورين بها في العالم وبدأ تظهر عشوائيات في الغناء ودي طبعا كارثة من الكوارث الاساسية في الاخلاق في حاجات كتير جدا بقى فيه مجتمع موازي للمجتمع الاساسي الرئيس ما سابش دي قالك في كل لقاء بيجي يكلم فيه بيقول الاخلاق والمبادئ والثقافة وبدأ ان هو يوجه بناء الانسان المصري ده هو عمل الموازنة السنة دي كلها اسمها موازنة بناء الانسان تنمية الانسان النهاردة حضرتك لما تيجي انت تمسك النقطة دي وتيجي تحدد ان المشروعات القومية رجوعا لكلمتنا اطلقت في مصر هل حصل تغيير ده المهم يعني انت حياتك اي حد انا باجي مثلا وانا جاي في الطريق او انا رايح مكتبي اي حد بقابله اي حد بسيط يقول لي كلمة يقول لي يا دكتور انا عندي سؤال اقول له تفضل يقول لي وان شاء الله بكر خير اقول له طبعا بكر خير ده احنا طبعا احنا في مصر يعني اكيد بكر خير يقول لي يعني اولادنا الامور هتبقى طيبة اه اروح ردد انا رد بسيط برضو اقول له حياتك في خلال الخمس سنين اللي فاته حسس بفرق قال لي اه في فرق في كل حاجة بس الدنيا غالية شوية دعب اكلمت باللغة اه كله كويس بس الدنيا غالية شوية انت متخيل ان انت من دولة كاملة ما كانش فيها اي نوع من انواع التنمية بدأ المواطن نفسه يستشعر ده وبقى عنده بعض الامور البسيطة اللي لو تزبطت بتشريعات بسيطة ايه اللي هيحصل طب احنا عندنا ازمة ان الناس مش مدركة ان دي دولة دولة انت مش بتعمل طب ليه الازمة دي اصلا موجودة عشان الثقافة مش موجودة وعشان الوعي حدش ربقه لان حياتك حدش ربق الناس على ان دي دولة محتاجة وقت ومحتاجة زمن ومحتاجة وبعدين دولة مش دولة جديدة هنا بقى النقطة وهنا الاساس في الحتة دي ان احنا كنا بنتكلم والرئيس نادى في الاربع لقاءات الماضية له قالك احنا محتاجين لزيادة الوعي نشر الوعي محتاجين نتكلم مع الناس يعني معنى كلمة محتاجين نتكلم مع الناس ايه ان نبدأ نعمل يعني خلينا نقول حملات توعوية عن ما هي الدولة المصرية ما هي مؤسسات الدولة المصرية مفروض كل وزارة تبدأ تطلع مثلا كل اسبوع فيديو بيكلام عن نشاطاتهم عن مبادراتهم على التغيير اللي حصل تاريخ الوزارة واحنا دايما بنحب التاريخ فلو انت جبت لي تاريخ الوزارة من تأسسها لمنه هاردة هلاقي فيه اتشيف منس او انجازات حصلت فانا كمواطن هدى افهم يعني ايه وزارات يعني ايه دولة يعني ايه مؤسسات عملية يعني ايه تنوية يعني ايه انا كدولة لما باخد خط التنمية ما ينفعش اخدها في شهرين لازم اخدها في خطط مرحلية وكل ما اخلص مرحلة اخش في المرحلة اللي بعديها وادخل في المرحلة اللي بعديها ثم اللي بعديها زمان في التميلينات كان فيه الخطة الخمسية وفاكر حياتك ايه الخطة الخمسية وما زل الكلام ده كان بيذكر في جلسات مجل الشعب فكنا بنسأل يعني ايه خمسية وايه الموضوع واتشفنا بعدين كل خمس سنين بيتم انهاء مرحلة معينة فيه مشروعات موازية فيه مشروع واحد ينتهي في فترة معينة فكنا بنفهم الكلم دلأسف ده مش موجود دلوقتي دلوقتي شوف انت حياتك لما مثلا جيه الدكتور مصطفى مدبولي قال كلمة صغيرة وطبعا ده اللي بدأها سيادة الرئيس لما قال لك احنا في 2012 كانت الخطة التنموية كانت موجودة ولما بدأنا ما كناش نحلم ولكن احنا حققنا إنجازات على أرض الواقع اللي كان المفوت تتحقق في المرحلة الأولى بتاعت 2027 عشان أوصل لـ 2052 أنا سبت للأحفاد من النهاردة لأن احنا ممكن ما نبقاش موجودين إن الأولاد والأحفاد اللي موجودين هيلقوا دولة مؤسسة بشكل يقولوا إن الناس اللي كانوا في 2015 دول عملوا نواة مهمة نواة تطورت خلوا الدولة المصرية هو اللي بيحصل النهاردة من الافتتاحات اللي بتحصل في المشروعات دي ايه الفايدة خلينا نتكلم بصورة بقى بسيطة خلص ايه الفايدة يعني أنا أرضك المواطن مصر لما لاقي فيه افتتاح طبعا خلي بقى حالتك فيه ناس بتاكل وبتقبض مرتبات على شغلنا يعني أنت كدولة بتفتتح وبتنمو الناس بقى بتوعى الشائعات دول يروح طالع مفابرك حاجة كويسة مزبط محتوى بالليل لناس المغيبة اللي عادة بتسمعوه يطلع يكلم سواء بقى في الدول المعادية لنا وتلاقي حاجة حاجة يعني الرئيس هو بالكلام اللي قلت رحظك ايه تلاقي الرئيس وقت شائع لما قال كل خمسين كيلو في الطريق لما قال كل خمسين كيلو ده مش بوابات ورسوم مش بوابات ورسوم دي نقطة ارتكاز أمني دي كانت تبقى شائع ايه طبعا ما هو ده اللي بيحصل حياتك هم بيطلعوا من الكلام يطلعوا مادة المادة دي بيتم في بركتها بس بياخدوا جزء من الحقيقة الشائعة هي أساس الحرب النفسية وأساس ضرب الاستقرار والرئيس قال كلمة واحدة قال لك احنا عشان ننمي الدولة دي ونعمل قد اللي بيتعمل ده عشرات المرات لاستقرار لاستقرار احنا دولة مستقرة الحمد لله وننتفتش للشائعات ما ننتفتش لها بل بالعكس احنا نرد عليهم وكل مواطن مصري يعني ما حدش بيطلب منك انك تصدق كلامي او يصدق كلام حياتك او يصدق كلام اي حد انت استقصي على المعلوم تحقق عشان لما تشارك منشور عندك على صفحات التواصل الاجتماعي يبقى انت مشارك منشور انت خد المنشور ده وحطه على الجوجل مش هنتكلم ان انت هتقعد تبحث كتير تحقق من الاخبار وابدأ شوف المصادر الرسمية والمصادر غير الرسمية والمصادر العالمية هتلاقي ان اي خبر بيصدر من الدولة المصرية هو الخبر الفعلي الواقع الفعلي اللي احنا عايشينه مش الناس اللي عايشين برا مصر عاملين مصر بنظام المحاكام طيب اهو دلوقتي احنا يعني في الشاشة قدامنا في مشروعات قومية كبرى كويس انا عندي مشروع وعلى نفس الصورة الانسان اللي هيستخدم المشروعات القومية هو يستفيد منها عملية بناء الانسان حضرة بمثل سريع يعني انا عارف ان الوقت تقاذف زي ما هو زمان كان في حاجة انا قلت ضربت المثل ده في اثناء تقديم التقرير كان في حاجة اسمها المشروع القومي للعملقة والمواهوين ده كان في كرة اليد مزبوط وشاهدتوا لمدة عشر سنوات واشهدوا بشكر كل عضاء اتحاد كرة اليد على هذا المشروع بناجين من الشباب اكثر من رائع لو اتعاملت النمازج دي في حاجات كتير قوي الشباب الصغيرين اللي هم عندهم 11 و12 و13 سنة او الاطفال هنقول عليهم اطفال في بداية مرحلة شباب هنقدر نوجههم صح انت حضرتك انا بستمتع في حلقتي معك باي الله كرمك انت طرحت اهم سؤال ليه انت بتكلم في الاجيال احنا قلنا ان دولة رئيس الوزراء وسيادة الريس قالوا ان احنا بنباشر الخطة لالفين اتنين وخمسين اللي هي الخطة للاجيال اللي جاية طب الاجيال اللي جاية دي هل هي مستعدة انها تاخد الدفة دي وانها تنمي ده دور مين ده دور مؤسسات الدولة المعنية يعني وزارة الشباب هي مش وزارة رياضة هي اسمها الشباب ورياضة لازم وزارة الشباب وانا بوجه رسالة لساد وزير الشباب نعم دكترشل صبح رائع راجل هو شاب احنا بنطلب منه ان يا دكتور لو سمحت ابدأ اعمل مبادرات وابدأ فعل منظمات المجتمع المدنية والجمعيات المعنية بالشباب ان يعملوا دورات تأهيلية وتدريبية نفس نظام المحاكاة اللي حصل في مؤتمر الشباب نفذ نظام المحاكاة ده للشباب في قطاعات مختلفة يعني اعمل دورات للشباب ان هو ازاي يروح مصنع ازاي يشتغل المدارس الانترناشنال بتعمل حاجة كويسة اوي ودي انا استشفتها بنفسي تخش الهايبر ماركت تلاقي طفل عنده 9 سنين قاعد على الكشير تقوله يا حبيبي انت بتعمل ايه يقولك انا عندي ساعتين كل يوم في السامر كلاسس بتاعي ان انا اعرف ازاي اشتغل على الكشير وعد الفلوس وحاسب الناس واتعامل مع الناس لو انت طبقت الحاجة اللي بياخدوها الفكر خارجي مع الاطفال بتوعنا ومع شبابنا الصغيرين وكل شاب عنده فكرة انت نمتها ما تصرفش عليها بس دخلوا مع رجال الاعمال وخد مؤسسات القطاع الخاص اشركهم معاك ان يبقى في حاجة حضرتك اسمها المسئولية الاجتماعية CSR لو فعلتها مع مؤسسات القطاع الخاص ورعتها كدولة نميت اجيال محترمة تقدر تقود التنمية اللي احنا بنتكلم فيه ده نور حباب بشكر ضيفي وضيف حضرتك اللي طبعا كان فيه حوالي 30 سؤال تقريبا ما سألناهوش عليهم كان متفق ان احنا نتكلم عنهم كان يقاط الحقيقة مفيدة قوي لو الشعب المصري سمع الاجابة عليها بشكر ضيفي وضيف حضرتك الدكتور محمد حمزة الحسيني الخبير الاقتصادي ومستشار اللجنة الاقتصادية بالجمعية المصرية لأمم المتحدة النهاردة تكلمنا عن المشروعات القومية الكبرى والفتحات اللي تمت امس ايضا كلمنا عن اتصاد المصري خلال الفترة الماضية ورؤيته للفترة القادمة بشكر حضرتكو ايضا نلتقي قد ان شاء الله أسرة جديدة في صباح القهار اشتركوا في القناة